إنها إما تستعيد ماضية أو إنها تطور نفسها يعني شوف من المفارقات إنك إنت في فرنسا من وقت الآخر تقول يا جماعة ده العلمانية ده إحنا عملناها 1904 الله إيه اللي حصل؟ وما كنون يبقى مزهول والباقي مزهول والحرائق شغالة والإراب شغال إذن إنت كوكب الأرض بلا استثناء كله مفتعل بسبب الصراع بين الأصولية والعلمانية فإنت في الحالة دي حتى النخب لازم تكون كوكبية ما تبقىش محلية لكن الآن في أزمة في النخبة حتى النخبة الكوكبية ما فيش يعني أنت تلاقي مثلا مثلا جمي أقولك الرئيس السيس والرئيس سرام ما رهمش نخبة علمانية ما فيش دور عليها داي فين حتى في الجزء حتى في الحزب الجمهوري صعب إنك تلقاه لما جاء ترامب يعمل صفخة القرن قال يا جماعة خشوا مفاوضات مباشرة وعملوا تنازلات ما غير كده مش ممكن وبعد شوية قال الله اسمع بقى أنتوا ما عملتوش تنازلات يبقى ما فيش سلام إلى الأبد شو بقى الدين طب أنا ببحث الأزمة فين لو حتى مسكت المفاوضات دي المباشرة اللي هي واقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أنت عن تشوف إيه السبب أنا كذبت في الموضوع ده السبب فيه أصولية هودية وفيه أصولية إسلامية منع المفاوضات المباشرة ده باختصار يعني طبعا هنا فين النخبة في حالة صراحة في داخل الإسرائيل بين الليكود وبين جانتس العلماني والعالم الإسلامي محكوم بأصولية بلا علمانية فالعملية تجمدت هنا إزاي تخرج منها الإشكالية كيف نخرج من هذه الإشكالية أعتقد أن ترجمة نانسي قنقر